تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتح السيسي بالتخفيل عن كاهل المواطنين تواصل مؤسسة حياة كريمة قطر التجاول بين المناطق المختلفة من خلال المبادرة التي أطلقتها المؤسسة والخاصة ببيع اللحوم بأسعار مخافضة ومميزة وتخضع أيضاً لإشراف بيتري وسط مشاركة المتطوعين بالمؤسسة ولمواجهة جشع التوكار لم تتوقف مؤسسة حياة كريمة عن التجاول بين المناطق المختلفة لخدمة المواطنين من خلال المبادرة التي أطلقتها المؤسسة والخاصة ببيع اللحوم بأسعار مخفضة ومميزة تسهيلاً عليهم وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي بالتخفيف عن كاهل المواطنين النهارة عندنا اليوم الثامن هنا في حياة المرج بضخ كميات كبيرة جداً من اللحوم على مستوى محافظة الكهيرة وحياة المرج بخصوصاً ضخ كميات كبيرة جداً تحت إشراف الطب البطري طبعاً قبل الدفح وبعد الدفح نحاول أن ننظم الدنيا ونبيع اللحوم بسعر مخفضة كان فيه فراخ وكان فيه لحمة مفرومة وكان فيه لحمة بلدي نزلت النهاردة اليوم الثامن يعتبر على التوالي في حي المرج والإقبال عليها كويس جداً مكتش متوقعة بصراحة أن الناس ستبقى هيبقى لإقبال عليها كده بننزل بلحمة كل يوم على حسب الحي أنا من حي المرج بننزل بسعر أقل وبنساعد الناس ولحمة حيلة بتكون توفر لهم المواطنون من جانبهم توافدوا لشراء تلك اللحوم الطازجة والمجمدة والتي تباع بأسعار أفضل من الأسواق الكاريجية لمواجهة جشع التجار فضلاً عن جودة هذه اللحوم والتي تخضع لإشراف بيطري وسط مشاركة المتطوعين بالمؤسسة ومنذ انطلاق المبادرة تتوسع مؤسسة حياة كريمة في فتح العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة في مختلف المحافظات لتغطي المبادرة أكبر عدد من المواطنين في ظل تجهيز كميات كبيرة من هذه اللحوم يومياً محمود جميل التلفزيون المصنية